في طاقة سامة في حياتك أو أنك أنت عم بتمارس إدمان إما على شخص إما على موضوع معين طول الوقت عم بتفكر فيه عايش يمكن بصراعات كنت عم بتحاول الانتصار عليها عم بتحاول الوصول للحقيقة فشايفك يعني عم توصل لهذا التوازن شايفة فيه مش موت فيه نهاية لأشخاص كانوا عم بعادوك أو إنهم رح يبتعدوا عنك فشايفة إنه أنت فوق وهم تحت كمان هذا الكرت ممكن يكون استشفاء منطقات سلبية عم بتحاول إنك تستشفي بنوع من الأنواع خلينا نشوف في شكل عام بعدين شوي يعني نلقي نظرة على العاطفة بالنسبة لبرج السرطان في شكل عام برج السرطان عم بتحاول إنك تسافر يمكن عم بتحاول إنك تطلع من مأزق معين عن طريق السفر خلاص البعد تماما عم بشوفك شوي متضايق بشغلك أو بموضوع المال ولكن عم بشوف تحسنات في هذا الموضوع فيه مشروع فيه شيء أنت بتحاول إنك تحييه بتحاول إنك تحييه طول الوقت يعني مصر عليه شايفيتو عم نمشي على خير ولكن هذا الموضوع بيحتاج كتير جهد منك وأنت فعلا ضيعت كتير جهد على هذا الموضوع عم بتنازع ناس أو عم بيكون فيه شوية مشاكل بينك وبين ناس معينين ممكن يكونوا في العمل ممكن يكونوا في العمل هذول الأشخاص عم بتكون على صراع دائم معهم فشايفي فيه ترابط بين هذا الكرت وهذا الكرت يعني هما إجوا فوق بعض فشايفي إنهم هما رح يعني كيف يقعوا بنفس الحفرة اللي حفروا لك إياها أو إنهم رح ياخدوا إذا مش قريدي صار يعني أو إنه رح ياخدوا جزائهم ففيه كارمة كبيرة من هاي الناحية إذا انظلمت أنت رح تاخد حقك في هاي الفترة إذا مش قريدي أخدته لأنه واضح جدا بالكروت هذا الكرت بشوفه أكتر لإحياء جوانب حتى لو مش مشروع جوانب في شخصيتك أنت كنت مهملها وكنت عم تطلع على الأمور بسطحية شايفيتك عم تتواصل مع روحك الداخلية عم تحيي الأمور اللي ماتت جواتك مثل الفراح السعادة إلك فترة ما انبسطت فعم بشوفك بتحاول إنه تتغير بتحاول إنك تغير داخلك كمان مش بس الخارج ولكن كمان من الخارج أنت عم تهتم كتير بهاي الفترة يمكن للنساء عم يفكروا بعملية تجميل أو إنه يعني نقص وزنهم يعني إيش إلو علاقة بالهيئة بالشكل أو إنه يشتروا كتير هاي الفترة أواعي ملابس فعم بتكون كتير عم تصرف على هاي الأمور يعني عم تهتم من الداخل ومن خارج عم بشوف في توازن في الموضوع الصراعات اللي كانت موجودة في داخلك عم بترسى على بر عم بتوضح الأمور قدامك عم ينتهي هذا الصراع في البعض من برج السرطان عم بيشتغل يعني بجهد كبير كبير خوفا من الناس اللي قلنا يمكن عليهم أنه يأسروا عليه في لأنهم هم بأسروا فعلا بشكله خطر على مستقبله على كذا فهو عم يشتغل ما عم يخلي غلطة يعني عليه عم يشتغل بتركيز ما عم يخلي حدا يعني يتشمت فيه عم بشوفه بيبدل جهد كتير هاي الفترة يمكن خايف برج السرطان من أنه يترك وظيفته أو أنه يعني يتروح من وظيفته خلينا نقول ولكن لا أنا شايفيتك قاعد يعني ومستقر بالعكس فيه تطور بالمستقبل شايف كمان أنه فيه وفرة مالية في نهاية هاي الفترة أو أنك مقدم على شي مقدم على قرض مقدم على أو بتستنى فيه إرث معين المهم فيه قضية يعني فيها مال إذا كانت في المحكمة فهي لصالحك أو بشوفها أكتر إنها مش محكمة بشوفها أكتر عن طريق التراضي يعني إنه ما بتوصل للمحاكم وإذا كانت وصلت للمحكمة بموضوع معين فالنجاح لإلك ولكن شايفي فيه شوية صبر عم بتحاول تكون صبور فكون صبور هاي الفترة برج السرطان من بعد ما كنت منعزل من بعد ما كنت تحاول تكون لحالك في أغلب الأمور وكأنك فقط تثقف كل اللي حواليك بالفترة الماضية حاسيتك لا يعني عم بتكون أكتر اجتماعية بالفترة الجاي أكتر أكتر انفتاح على العالم ممكن عم حتى تتواصل مع ناس عبر الإنترنت بهدف العمل أو ممكن علاقة حب تكون ما بعرف بس عم تتواصل بطريقة كبيرة من للخارج أو حتى سفر رح تسافر ممكن للبعض منكم اللي بستنى سفر رح تسافر هذا الشهر رح يكون سفر ولكن سفر غير المتوقع يعني رح تكون أول شي متخوف منه من هذا الصف بتكون بالدكية أوكي لكن بتكون متخوف كتير عندك تخوفات كتير ناحية السفر بس مبين أنه البلد الجديد أو المكان الجديد اللي أنت رايح عليه مكان رائع أحسن من المكان اللي أنت فيه حاليا هون بشوف شخص من طاقة نارية أو مائية حتى ممكن تكون ترابية عم بيحاول يتقرب منك البعض منكم في العمل هذا الشخص يعني إلو فترة عينوا عليكم إلو فترة عم بيحاول يراقب السلوك تبعكم عم بيحاول يدرسكم لأنه في عنده علاقة جدية مش اللي هو بده يلعب فرح يدخل حياتكم هاي الفترة فإن شاء الله يعني يكون على خير هذا الموضوع وشايفيته أنه بمشي للجدية يعني فيه فيه استمرارية بالموضوع شايفيتك أنك طبعا الناس اللي بستنوا حمل أو كذا في احتمال أنه يصير فيه حمل هاي الفترة لكن ينتبهوا من الإجهاض يعني ما يبعدوا عن هذا الموضوع موضوع الإجهاض أو هاي المواضيع خلي الأمور طبيعية شايفة للناس اللي خلينا نقول اتعدوا حد يعني سن معين أو تأخروا بالزواج أنا ما بسمي تأخر بالزواج ولكن فيه ناس بيفكروا أنه هم تأخروا في الزواج أو عندهم أفكار سلبية من هذا النوع بشوف هدول الأشخاص رح يتقدم لهم هاي الفترة شخص مناسب رح يلتقوا بشخص على علاقة جدية فيعني ما نضيع فرص حتى لو كان في شخص قديم في حياتنا يعني نفكر بعقلنا أكتر خلينا نقول خلينا نشوف من ناحية عاطفية هيك بشكل عام برج السرطان شو في عنده برج السرطان فيه كار ما رح تتحقق فيه استشفاء عم بتحاول تنسى الشريك أو الشريك عم بيحاول ينساك لكن فيه سعادة يعني بنهاية العلاقة النهاية رح تكون سعيدة جدا العلاقة عم بشوفها بالفترة الجاي عم بيكون فيها توازن أكتر عم تكون على أسس صحيحة عم يؤدي للارتباط أنا شايف هاي علاقة جدية مش علاقة يعني قبل شوي بيّنوا العزاب عنا وهلأ وهلأ عم بيّن وبيّنوا برضو متأخرين شوي في الزواج وهلأ عم بيّن عندي نوع من الفراء يعني في ناس مفترئين فشكله كل برج السرطان رح يفرح إن شاء الله هاي في فترة إذن خلينا نشوف زي ما قلت لك فيه يعني فيه استشفاء أو عم بتحاول إنك تنسى الشريك لكن بالنتيجة طبعا القراءة حبايبي ممكن تكون عكسية لأنه قراءة عامة وعاطفية شايفيتك يعني شوف هون طلع عندك تسعة وتسعة يعني قربت كتير من نهاية الموضوع قربت كتير من النهاية السعيدة شايف هاي العلاقة زي ما قلت لكم بتودي على الارتباط لأنه في عنا أربعة هون اللي هما أربع يعني دعائم وكأنه الشيء يعني أنا بفسر لكم الكارت عشان ما تستغربوا لأنه بعضكم يعني طلبني إنه مثلا ليش ما نغير الكروت اللي بنفتح عليهم أنا كنت أستعمل كروت معينة عشان أنتوا تفهموهم وتكونوا يعني معاي بالقراءة أو بس بس إذا بدكم كل مرة بنفتح بكروت شكل ما في مشكلة إذن هذا الكارت أنا بشوفه في دعائم أربعة أي شيء بتحطه على أربع دعائم بتكون يعني على أرض ثابتة يعني موضوع جدي أنا بشوفه مش موضوع اللي هو عابر أو كذا بينك وبين الشريك أنتوا ناس مفترئين أكتر شايفي في أخبار كمان عم بتريح لك بالك عم بيكون يعني أمور أمور أنت مفكرها كانت شر أو كذا أمور مشاكل أنت وقعت فيها أنت والشريك لكن لا في تطمينات بعدين يعني رح تنتهي هاي الأمور كلها رح تختفيه رح يصير في فرصة للقاء بيناتكم رح تلتقوا أو تتواصلوا ممكن على الإنترنت على التليفون ما بعرف المهم في كار ما عندك رح تتحقق وجاي تحت فيها اللي هم التين بنتيكلز يعني شايفي هدول الكارتين أكتر على المال في ناس يمكن راح من إيده مبلغ من المال رح ربنا يعوده وكمان بالحياة العاطفية يعني عم بشوف أنه عم بيحصل على حقه من هاي العلاقة العاطفية خاصة إذا كان مظلوم إذا كان يعني مش منه الغلط فعم بيرجعله حقه كامل عم بشوف فيه انتصار على أهلاقة ثلاثية ممكن تكون أو على الشريك نفسه شايفي اللي بلش بالغلط أو اللي عمل الغلط عم ياخد جزاؤه وهاي قراءة عكسية ممكن تكون إلك أو للشريك هون شايفي كل ما بتحاول تتشافه وإنك تنسى الطرف الثاني بالعكس عم بتزداد حب لإله عم بتزداد نار الحب كل ما بعضته بالعكس عم بتحبه بعض أكتر شايفي هون كمان في عندك نهاية لموضوع بداية لموضوع جديد على صعيد العاطفة للمنفصلين أنا بشوف هذا الكرت أنه نهاية لمشاكل نهاية لطرف ثالث نهاية العوائق وانتقال موضوع تاني على العكس تماما منطقته معاكسة للوضع الأولاني فعم بشوف من من السلبية رح تروح للإيجابية العلاقة كمان بالعلاقة الثالثة رح يكون في اللي هو الطرف الثالث هو الخسران بالموضوع رح يكون في انتصار على الطرف الثالث الطرف الثالث رح ما بعرف بسميها فضيحة أو شي مشكلة كبيرة رح تصير بين الشريك وبين الطرف الثالث إذا كان في طرف ثالث رح يعرف الشريك أنه انت اللي على حق وهدول الأطراف أو الطرف الثالث هو اللي كان عم يعني بحاول يغميله على عيونه شوف طلعلك تسعة وتسعة يعني قلت لك قبل شوي أنه يعني القرب من نهاية الموضوع الأولى السايكل في الحياة يعني دورة حياة قاتمة رح تخلص وتبلش عندك دورة حياة جديدة في أشياء برج السرطان من الفترة الجاي أو أوريدي عاشها اللي هي اختلاف كبير ما أظن إنه كان في عنده ركود يعني فيه كانت تغييرات في الأمور عم بتكون مخاوفك كل ياتا عم تتأكد إنها هي مجرد مخاوف رح يعني تروح لطريق الحقائق والواقع رح تكون كل الأمور واضحة قدامك رح تستغل الفرص اللي كنت في أول الفترة عم بتضيعها عم تستغلها كل ياتا هاي الفترة شايفتك شوي مع المادة عم بتحافظ كتير على الفلوس اللي معك وأك إنه يعني محضر حالك لفترة صعبة أو ما بعرف ليش بس شايفيتك ماسك شوي إيدك هاي الفترة يعني صح عم بتبعزق على أمور يعني لبس وكذا وهات بس بالأمور المبالغ الكبيرة عم بحسك عم بتجمد عم بتحوش لموضوع كبير لمشروع كبير ممكن يكون للزواج ممكن يكون للارتباط لهدول الناس فشايف الأمور العاطفية رايحة للطريق الصحيح رايحة ولكن بتدرج بشوية صبر خلينا نشوف الأوراكلز لبرج السرطان نصيحة شو بتقولهم قلب اغزق 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 الاناس ترجمة نانسي قنقر